نسوة يقلبن أيديهن في الخرز صناعة القلائد وأنواع الحلي تبدأ من هنا هي مهنة يعتشن عليها ورغم الجهد الذي يبدنه فإن الحصول على هذه الخرزات يحتاج بعض الوقت وقع الفقر المتكع الذي يعيشنه جعل هذه المهنة هي مصدر رسكهن الوحيد حيث يغادرن البيوت صباحا علهن يظفرن بما يسد رمك أطفالهن هذا العمل نحتسبه لأنه عمل مناسب لعمارنا والطاقتنا ومهيبتنا اللي يصرانا نعيش والحمد لله ومنجل نعيشون عيشوا بنائنا ونسدوا حوائجنا واللي مننا تقرر يشاشر يتخلص عنهم منه واللي مننا عندها مكان كاريت تتجار فيه تخلصهم من العمل صقل هذه الخرزات وإكساؤها بريكا مهنة أتقنتها مريم حيث تتطلب مهارة عالية تنظف إلى تنظيم الخرزات في عقد فالتناسب في نوعية الأحجار يحتاج إلى ذوق قد لا تتوفر عليه الأخريات هذه الخرزات هي ما تجمل به المرأة الموريتانية منذ القدم ونتجة لازدهار تجارة الخرزات زادت نسبة الإقبال عليهن هن فقيرات صابرات ومع ذلك بعملهن يساهمن في نظر الكثير من الموريتانيين في عدم انتثار تقاليد الزين القديمة لدى الموريتانيين خليلوا الدجدود العربية نواقش